أعلن المتحدث العسكري أنه خلال الاشتباكات القائمة في قطاع غزة أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشضايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ وأضاف المتحدث العسكري أنه نتج عن الحادث إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية مشيرا إلى إبداء الجانب الإسرائيلي أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه وقال المتحدث العسكري أنه جاري تحقيق في ملبسات الواقع ومن جانبها أفادت قناة القاهرة الإخبارية أن إسرائيل قدمت اعتذارها لمصر عن قصف إحدى دباباتها موقعا مصريا قرب الحدود بطريق الخطأ